وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أعاده الله على جميع بالخير واليمن والبركات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني وأبنائي جريا على عادة السنوية الحميدة وتواصلنا الدائم وفي لقاء متجدد معكم على الخير والمحبة أستهل كلمتي بتهنئتكم بشهر رمضان المبارك ودخول العشر الأواخر من سائل المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وصن العزيز وشعبنا الكريم وعلى المقلمين على أرضه الطيبة بالخير واليمن والبركات وعلى أمتين العربية والإسلامية بالعزة والربعة والسؤد أخواني وأبنائي يمثل شهر رمضان المبارك بما قصه المولى تعالى من تفضل وتعظيم وتشريف وتكريم بنجول كتابه العزيز نقطة اقتلاق فيه نفس المؤمن للتوبة والإنابة إلى الله تعالى والاستزادة فيه من صالح الأعمال وفعل الخيرات إن علينا تذكر نعم المولى تعالى علينا والتي لا تعد ولا تفضح لقد أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وتفضل علينا بالأمن والأمان وأفاع علينا كل خير وفضل وسعة رزق ورقد وعيش وأحاطنا بالتواد والترابط والتراحم والأخاء وجعلنا نعيش أسرة كويتية واحدة متكاتفة بالسراء والضراء إنها نعم تستحق مننا الحمد والشكر وتستوجب المحافظة عليها بالثناء للمنعم وبالأخص والولاء للوطن وبذل مزيد من العطاء لخدمته والعمل الدؤوب للرغي به وتقدمه بالتمسك بتعالم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه السامية أخواني وأبنائي إن على الجميع أن يدرك ما يحدث حولنا من متغيرات وأن يستشر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة والمقاطر التي لسنا بمعزل عنها واستخلاص العبر والإضاءة منها حفاظا على أمن وطننا وسلامته ولن يتأتى ذلك إلا بالتكاتف والتلاحم والوقوف صفا واحدا بوجه كل من يحاول وثارة الأعراض الطائفية والقبلية والنزاعات وتهديد وحدتنا الوطنية التي هي الشياج الحاوي للوطن بعد الله تعالى إنني أجدها فرصة طيبة ومناسبة لدعوة إخواني أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيبية إلى المزيد من التعاون والتعازر وتضافل الجهود لتعزيز مسيرة العمل الوصني المشترك ودفع عملية التنمية والبناء وإلى النهوض باقتصادنا الوصني وتنويع مصادر الدخل وترهيد الإنفاق وإلى تدليل كافة العقبات والمعوقات لتلبية التطلعات والطموحات المشهودة لكافة المواطنين كما أجدد الثقة بإعلامنا بإعلامنا الكويتي المغرؤ والمسموع والمرئي ودعوته لابد المزيد من العمل والاهتمام بتعزيز الروح الوطنية وإنشاعة أواصر محمة والتوات بين أفراد المجتمع وطرح الغضايا التي تهم المواطنين دون ما تهويل أو إثارة أخواني وأبنائي أقد أكدت مرارا بأن ثروة الوصن الحقيقية تكمن في شبابه فهم أقلى ما نملك من ثروة واستثمار وهم يحظون بجلد اهتمامنا واهتمام الحكومة ومجلس الأمة وعلينا العمل على تنمية قدراتهم وصرق ماء هارتهم وحثهم على التحصيل العلمي المواكب لمتصلبات العصر وتحصيله من الأبكار الضالة والسلوك المنحل وقد سروح الولاء والوفاء للوطن في نفوسهم وهي مسؤولية تقوى على الإصر والمدرسة والمسجد والمجتمع ولقد سرنا ما حقهوه في الإنجازات وبراكة متقدمة في الميادين العلمية تنوء العدمية والطمية والرياضية في العديد من المعارض الأقليمية والدولية إذن أدعوكم أبلاء الشباب لاستغلال الفرص التي باتت مواتية أمامكم لتسغير إمكانياتكم لتطوير غزاراتكم والاستفادة معاً مما تقدمه الدولة من امتيازات محبجة من خلال الصنوع الوطني لعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ممارسة العمال الحرة والمهانية وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق فيها بالمضافة للاقتصاد الوطني وتعود على الوطن بالخير والنفع أخواني وأبنائي نتابع بألم الأحداث والتصورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة ونسعى مع شقائنا وأثقائنا على حث مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه هذه المعاناة وتحقيق الأهداف المشروعات التي نصت عليها الشرعية الدولية في هذه القضية كما لا يفوتنا الإشارة إلى ما تعانيه العديد من دولنا العربية الشريعة من ويلات الحروب والصراعات وفقلان الأمن والاستغرار لا سيما الأوضاع في اليمن وسوريا وإننا نؤكد مجددا فوقفنا لدعوة الأصراف اليمنية إلى طاولة المباحبة وصولا إلى الحل السياسي المشهود الذي يضع حد لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستغرار إلى رفوع اليمن الشريف وإذا كان عالمنا الإسلامي يشهد اليوم واقعا مؤلما ويواجه ظروفا وتحديات سياسية وأمنية خطيرة فإننا مطالبون إذا ذلك بأن نسعى إلى ترسيخ وحدة صف المسلمين وتكاتفهم وتآذرهم لمواجهة هذه التحديات وزرء هذه المحاطر أخواني وأبنائي نعيش هذه الليالي العطرة من العشر الأواخر رابعين أكف الضراءة ومبتهدين إلى المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا ويقفل ذنوبنا ويمحو خطايانا ويجعلنا ممن وفق لليلة للغطرة وكتب له إجراء وأن يوحد صفوفها وغاياتنا لخدمة وطننا وإعلاء شأنه والتحقيق كل ما ينشده من الضهار ونموه ورقاء وإيديم عليه نعمة الأمن والأمان وأن يجمعوا كلمة المسلمين ويحفظ دماؤهم ويحفظ أفطانهم كما أننا نستذكر بكل التقدير والإجلال المغفور لهم بإذن الله تعالى أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وأمير للوالد الشيخ سعد عبدالله الساد الصباح طيب الله تراه وسائلين المولى تعالى أن يسبب عليهما رحمته وواجه عمقرته وردوانه وأن يسكنهما فتيح جناته مع الصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يرحم شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم وبدلوا دماؤهم الزفية نفاء عن الوطن العزيز والذود عنه ويزله منازل الشهداء وأن يقفل ويرحم موتانا أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته